موسيقى اليوم بننقل نقطة جوهرية وهي العوامل التي تؤثر على تقبل العنف العوامل اليه بتأثر على تقبل العنف امتى انت في بعض العوامل الي بتأثر على تقبله بتخلي المرأة بتخلي المجتمع يتقبل والمرأة اللي بعينينا لاكتر المرأة تخلي المرأة تتقبل هذا العنف في عنا مجموعة من العوامل إيش هي هذه العوامل اللي هي موجودة معكو وهيها على الشاشة إيش العوامل اللي بتأدي أو بتأثر على تقبل العنف إنه نوع العنف نوع العنف أنه اللي بنتقبله أكتر أو ماشي حاله يعني العنف النفسي ولا العنف الجنسي ولا العنف البدن اللي فيه خمبطه رجع النفسي نوع العنف برضو من العوامل أو نوع العنف عامل من العوامل اللي بأدي إلى تقبل يعني الست ممكن تتقبلها وتمشي ممكن تتقبل وتمشي العنف النفسي ولكن لا تتقبل العنف إيش الجسدي أو العنف الجنسي والجسدي بالذات الحادة بودنا الإصابة والشديد ممكن تتقبل نسبياً العنف المالي ممكن تتقبل العنف المالي فنوع العنف بأثر على تقبلنا لا العنف وزي ما قلت يعني لو رحت لمك وقلت لها والله كشري بوشي والله عصب علي هذاك كلحادة بتصور والعصبية ومش عارف انت بنت مين ومش عارف وراك ايس باع للا سو 투 إلى آخري هذا بالنسبة ‫ل العامل الأول العامل الثاني حدة العنف أي أن كان نوعه حدة العنف شدة العنف يعني إذا كان شديد ولا كان خفيف يعني عنف بدني خفيف ولا عنف نفسي شديد أنه ابنتقبل بدني خفيف وشفنا الأرقام 2.40% نسبة انتشاره يعني قريبة من العنف النفسي عنف بدني خفيف ولا عنف نفسي شديد جدا أو شديد بتتقبل العنف البدني الخفيف زي ما قولت في البداية كل العنف مرفوض يعني كل العنف مرفوض ولكن مشكلة ظاهرة موجودة كيف بندرسها كيف بنتعامل معها هذا بالنسبة ل التقبل العنف مبررات العنف إذا في سبب للعنف فبنتقبل العنف إذا في سبب مبررات العنف يعني الأسبق إذا في سبب للعنف بنتقبل العنف إيش هي مبررات العنف أو الأسباب اللي ممكن تخلي المرأة تتقبل العنف مش عليها على عجريتها كمان مش عليها المجتمع والمرأة تتقبل العنف إيش المبررات اللي ممكن تقدي إلى تقبل العنف الخيانة الزوجية أحد الأشكال اللي ممكن تخلي المرأة تتقبل العنف يعني واحدة خنزاج هتتعنف ولا ما تتعنفاش تتعنف انتقبلو او لو انتقبلوش. ابنتقبلو. تبذر في المسروف ايضا. اتبذر في المسروف. اذا ل petites مصروف. بنحكي عالعالم مش عغزة احنا. بنحكي عالعالم مش عغزة. از بتبذر في المسروف. لما تتعنف و هو مقبول في الحالة هادى او لو لا مقبول. اذا ما تعتش جوزها? تتعنف ولا ما تتعنفاش? ايه? يعني فيه المبررات او الاسباب يعني الاسباب اللي بتخلي العنف مقبول في الحالة هادي. كل الاسباب هادي زي ما بتبين الدراسات بتخلي المرأة والمجتمع يتقبل العنف. ويغض البصل. يعني اوضح الامور يعني حتى عنا نظام العربي للأسف يعني. للأسف. في جرائم الشرف. هذا اذا ثبتت اصلا. في جرائم الشرف. العقوبة اللي ايش باخدها? شهور. شهور بالكتير سنواته هو قتل. ليش اخلفية انها بتستاهل. اخلفية انه بتستاهل هذه. لانه خالفت المعايير خالفت عملت بسدت الى اخره. فقتلها اخوها قتلها ابوها. ومعظم حالات القادر بتكون ايش? ملهاش اساس رسمي. وزي ما الاحداث السنة الفاتت واللي قبل الفرام الله يعني. اللي اقام بنته جرائم شرف وطلعت البنت بكر. بعد ما ماتت يعني. لما فحصوها بكر البنت. يعني لا في شرف ولا غيره الدنس ومع ذلك. في عوامل كتير احيانا تحت خانة الشرف اللي بتمشي. للأسف بقول النظام العربي القانون العربي بيسمع. طب انت قتلت الست ليش ما قتلتش الراشل? هاي السؤال. قتلت الست ليش ما قتلتش الراشل? مش هي مع واحد يعني زنت ولا خانت? بيقول مش لي اتنين تصرفوا التصرف المشيين ليش ايشوا الشاطروا على الانسة او على الفتاة او المرأة? لان هالطرف الاضعف زي ما في بيتشار بيقول استضعفوك فوصفوك. لماذا لم يوصفوا قلب الاسد? اهل زمان ولا اليوم? العيان ايش بقولولو? اتباح لك جاجتين ولا اشتري لك جاجتين ولا زغللتين ويوحو الفت عليهم الى اخري. طب ليش بقولوش اتباح لك اسد? استضعفوك فوصفوك. لماذا لم يوصفوا قلب الاسد? طب مقالب الاسد يمكن بفيه دكتر للعيان. بس عشان هسد بيقدروش عليه. وهان نفس القضية فكل المباررات هذي بتأدي الى تقبل العنف كل المباررات هذي بتأدي الى تقبل العنف ايش انا بعد هيك ضرب الحبيب زي اخي الليزبيب ضرب الحبيب الاعتقاد من الازواج انه ايش العنف وسيلة للتعبير عن الحب اللي هي بالبلدي ضرب الحبيب زي اخي الليزبيب ليش هم ضرب الحبيب زي اخي اللي اوضح الامثلة وين ضرب الحبيب بيجي في الغيرة على دواجه التحديد يعني او بعصف الغيرة طب هل الغيرة دليل الحب يعني نما شوفها كلمت واحد ولا راحت على المحل ولا مين اللي على التلفون ولا مين ويحرق عليها وهي من جوها من بره بتبين مكشرة بس من جوه ايش برفرف قال ايش مبسوطة انه ايش بيغير عليها مبسوطة زي بالضابط اللي ايش في الافلام ولا السينما طلقني طلقني ولا طلقني ولا بصير ايه طب روحي وانت طالق بتصير ايش اتعايد قال ايش انا بختبرك بدي اشوف قديش انت بتعزني ولا بتحبني ولا بقى علي ولا على العشرة فقمت عملتها ايش هو ما صدق هذا زي ما قالهش برضو بالتلاتة ايه ريح راسه فالحب اذا العنف احيانا ولدى فئة لدى فئة طبعا ايه في تقدير الفئة السازجة او البسيطة او يعني اللي غير سوية او ما عندهاش ثقة بنفسها فيه ثقة الزواج والعلاقات العاطفية ثقة بين اثنين بالاضافة للعوامل الاخرى وربط ثقة بين اثنين لو شافها بواسط ميت راجل وباثق فيها بحنفش ولا بحكي لانه واثق منها وهي نفس الشيء لو شافته بين ميت ست واثقة منه اما اذا كلمت اذا اطلعت فلان حكاها ردت على التلفون الاخري يعمل كل اللي بعمله وهي من جوه بيقول بتكون مبسوطة من بره مكشرة بس من جوه مبسوطة لانه الغيرة شيء غير سوية الغيرة هل هي سوية او غير سوية لا شيء غير سوي يعني هانا النظرة للشخص النظرة للاخر للراجل او للست كأنه احد الممتلكات احد الممتلكات ممتلكات زي الدباسة تاعته زي الصحن تاعة زي الشنتة تاعته زي بصر ايش تاعته وهي نفس الشيء بالنسبة لك كأنه ممتلكات في الحالة هادي فلا يجوز انه نعتبر الغيرة علامة سوية او علامة جيدة لا يجوز انه نعتبر الغيرة علامة سوية او علامة جيدة في العلاقات العاطفية ايش هانا بعد هيك العنف وسيلة لحل الخلافات العنف وسيلة لحل الخلافات ابسط الامور عندكو هنا او في الشعب يعني بالعادة في التدريس كمان العنف وسيلة لحل الخلافات هس ابدا اول المحاضرة هس ابدا بتحكوا ابسر ايش اقصب اضرب على الطاولة كله ايش بسكت في الدار في البيت نفس الشيء الصغر كنيابة اسكت يا ماما يا حبيبي يا روحي يا عناية طيب بالاخر يلعن ابوك لابو اللي خلافوك اخرس وسكت الكل ايش سكت طيب ما احنا بدينا حلوين بدينا ايش حلوين وهسوا كنه يا حبيبي ويعناية ما جاء بش غصو كنه يا حبيبي ويعناية بدنا العنف فالطفل بتعلم يعني الطفل جو البيت بتعلم من ابوه من المدرسة من المجتمع انه نما بنعصب بابا لكل ايش بسكت نما بدي اعم بدي حاجة عصب الكل بسكت اللي هو عنف طيب العصبية هان او يعلي صوته شكل من اشكال العنف فالعنف ازا هن بفيد في حل الخلافات فبنلجأ زيها في البيت يعني يا ولية اهدي يا ست كنه يا ست روحي عني سبيني هالجيت الى اخره بعدين ابنتفاهم سبيني بس تريح ابدا بتزن طب ايه اللي عني اللي عن يعصب عليها اخدت حالها وايش وطلعت طب من الاول فالعنف مقبول ايضا في الحالات هادي العنف مقبول في الحالات هادي ايضا ايش عنا بعد العنف بعد الوسيلة اعتقدات الرجل بانه من حقه ما اعتقدات الرجل بانه من حقه يعني في المرة اقولت اول المحاضرة انه انت نسأل على العنف جوزكو بودوربك اه جوزكو بامل اه طبيب تتعنفي لا ليه لانه بتعتقد انه هذا حق من حقوق الرجل هذا حق من حقوق الرجل ففي معتقدات سائدة في المجتمع انه يحق للرجل وزا جينا يحق للرجل علينا الميز بين العنف وبين الاقاب زي ما قلت بين العنف وبين الاقاب الاقاب مطلوب لكل من عصى زي ما بقوله العصى لمن عصى بقوليش انه تعاقب انك تضرب لالعقاب مطلوب وين مكانه على الكل بس يكون على الكل كاعقاب مش انه الطالة والنازل كاسلوب معاملة كاسلوب معيشة لا فالعقاب مطلوب على الكل على الطفل الصغير وعالراجل وعالسته وعالكل مطلوب كاعقاب هذا موضوع تاني بس لها قيم ومعتقدات قيم ومعتقدات انه من حقه وزا ما قلت جوهر مشكلة العنف الزوجي والعنف الاسر بشيخ العام انه البعض بنظر له عنه قضية خاصة محدش يدخل بيني وبين مرتي محدش يدخل بيني وبين ولادي لما بصير مشكلة وبيجوا جيران يدخلوا لواحد في الشارع وانتش خاصة انا هر لا مش هر لا مش هر وكل الوؤدلة والوقاعة بتقول انك مش هر لا بمرتك ولا بولادك حتى وقلت يا باللهك يعني بتقدر تطلع ابنك من المدرسة النظام منه او القانون بمنع يعني انت مش هر حتى ابنك ما تودوهش على المدرسة فانت مش هر ولكن هذه هي قيام المجتمع هذه قيام المجتمع وبالمناسبة معظم المجتمعات مش قاصر على المجتمع الشرقي مش قاصر على المجتمع الشرقي طبعا في الغرب مش زينة يعني الجزئية هذه بالذات بس موجودة بكل المجتمعات تقريبا هادي هي العوامل هادي هي العوامل اللي بتأدي الى تقبل العنف الادوار الادوار الجندرية واقع المرأة دور المرأة دور الرجل في المجتمع من العوامل اللي بترتبط بحق الرجل برضو حق الرجل ترتبط بحق الرجل انه دور المرأة دور الرجل انه يعنف من ادواره في المجتمع او المقول مجتمعيا انه يمارس العنف ضد الزوجة وهو شكل بأدي الى تقبل العنف في هذه الحالة هادي العوامل اللي بتأدي الى تقبل العنف هادي العوامل بتأدي او اللي بتأثر على تقبل العنف يعني امتى بنتقبل العنف اذا كان بيخضع لاي عامل او بتأثر باي عامل من العوامل اللي ذكرناها وهذه الكلام في هاي استفسار ننقل لقى النقطة اللي اخيرة في الموضوع ننقل لقى النقطة الاخيرة في الموضوع الادوار دع الرجل ما قلتها اخر اشي الادوار الجندرية الجندر اللي هي النوع الاجتماعي اللي هو الجنس اللي هو اناس ذكور دور الرجال دور الذكور الجندر اللي هي النوع الاجتماعي فيه بيرضوه زي ما قلنا في الصحة النفسية في ناس بيرفضوا استخدام مصطلح التكيف وناس بيستخدموا التوافق ايضا نفس القضية بيرفضوا استخدام مصطلح الجنس نقول انثى ذكر ليش? لانه بقول لك فيه تمييز. فيه تمييز ما بين الاتنين. ما ايش طبيعي فيه تمييز. ايش طبيعي انه هدا كائن وهدا كائن. هدا اللي وجوده بس الاتنين بيكملوا بعض. مش واحد يسيطر على التاني هاي الفرق. فالنوع الاجتماعي هدا تعاون الحقوق الانسان والليبراليين والناس هدول بقولوه جنس زكر انس. لا الجندر النوع الاجتماعي. على اساس انه ايش? بعبر عن وضع ثقافي بدل ما يعبر عن وضع بيولوجي. بدل ما يعبر عن وضع بيولوجي. نيجي لا نقطة الاخيرة في الموضوع قبل من عند عن نظريات المرة الجالس والقاي. ايش النقطة الاخيرة في الموضوع التوافق. التوافق النفسي للنساء المنفات. ايش التوافق النفسي للنساء المنفات? لو جينا tra Rush Away تاريخ الاهتمام. تاريخ الاهتمام بالعنف الزوجي. ايش قلنا بدل الإهتمام أمتى؟ في الستينات من القرن الماضي. عندما بدأ الإهتمام في الستينات من القرن الماضي. تتصوروا عندما نبدأ الاهتمام. بما نبدأ؟ نريد أن ندرس عن عكسات العنف. أشكاله انتشاره ألماطه. درجة شيوعه. درجة شيوع العنف. ماذا انتشاره؟ أشكاله. ألماطه. مدى شيوعه ما كانش اهتمام في انعكاساته او التأثيرات اللي بيتركها على المرأة ما كانش اهتمام في تأثيراته على المرأة او الانعكاسات اللي بيتركها على المرأة شيئ فشيء بدأ ايش الاهتمام مع زيادة يا خلصنا درسنا درسنا مدى الانتشار والشيوع والعنماط والاشكال بدأ الاهتمام بنقطة اخرى بدأ الاهتمام بنقطة اخرى ايش النقطة الاخرى هي الانعكاسات اثاره انعكاساته اثاره لطبعا كلها سلبية انعكاساته على المرأة فاش تبين من ادراسات انه العنف ضد الزوجة وموارسة العنف على الزوجة ايش بيدي الى الاكتئاب بيدي الى ايش الى الاكتئاب الاكتئاب هم بمعنى الاعراض الاكتئابية ليش? لانه في عندك الاكتئاب والنقطة اللي بعدها مستويات اكتئاب عالية من الناحية الاكلينيكية عنا شكلين من الاكتئاب عنا شكلين من الاكتئاب الاكتئاب بالمعنى المرضي الاكتئاب بالمعنى المرضي والاكتئاب كمواقف الاكتئاب يعني لو شفت موقف حزن ولا موقف إيش بتكتائبي في مواقف بتبعث على الاكتئاب مواقف هم السياق العام الموقف بيبعث على الاكتئاب بس هل انت نما تكتائبي في الموقف هذا السياق هذا معناته انه مرض او اضطراب عندك الاجابة بأن فيه وهذا الفرق بين الاعراض الاكتئابية وبين الاكتئاب بالمعنى الاكلينيكي بالمعنى الاكلينيكي دخلنا بوين بالمرض بالمرض بالاضطراب الاكتئاب كاضطراب الاكتئاب كمرض ولكن اعراض اكتئابية في مواقف معينة في سياق معين ممكن تنتاب الفرد بعض الاعراض الاكتئابية ممكن تنتاب الفرد بعض الاعراض الاكتئابية وهي بعيدة كل البعد عن الناحية الاكلينيكية بمعنى خلص الموقف بتروح معها هذه الاعراض الاكتئابية وهذا للتفرقة بين العراض الاكتئابية وبين الاكتئاب او كمرض بالاضافة ل زال اللي قلنا قبل لك harنا اكتئاب عصابي وعنا اكتئاب ايش زهاني عنا اكتئاب عصابي واكتئاب زهاني فتودي احداث العنف الى الاكتئاب بتودي الى الاكتئاب او الاعراض الاكتئابية بمعنى لهكك كما تؤدي الى الاكتئاب من الناحية الاكلينيكية بتزيد درجته بتزيد درجته بالاضافة الى ذلك التفكير بالانتحار التفكير بالانتحار والانتحار فعلا التفكير الانتحار او محاولات الانتحار فعلا التفكير بالانتحار او محاولات الانتحار فعلا هذي كلها انعكسات هذي كلها انعكسات الى الاكتئاب الى العنف واللي بتأثر على الجانب الوجداني الاكتئاب جانب وجداني الاكتئاب جانب ايش وجداني بتأثر على الجانب الوجداني طيب مين اللي بيكتئب اتطورت الدراسات بعد هيك اتطورت الدراسات بعد هيك مين اللي بيكتئب مين اللي بيكتئب ومين اللي بيحد من من الأثار السلبية مين اللي يكتعب ومين الليї بهد من الأثار السلبية فايش وجد الباحثين وجدوا انه استراتيجيات المواجهة عامل مهم استراتيجيات المواجهة عامل مهم وشرحنا استراتيجيات المواجهه قبل هيك وقلنا الاستراتيجيات القائمة على حل المشكلات في مقابل الاستراتيجيات القائمة على ايش? على الانفعال. استراتيجيات المواجهة عامل مهم في التخفيف. عامل مهم في التخفيف من انعكاسات العنو. عامل مهم في تحديد التوافق النفسي للنساء المعنفات. عامل مهم في ايش? في تحديد التوافق النفسي للنساء المعنفات. كيف يعني الست اللي انما بتتعنف بتلجأ لأي استراتيجيات الست اللي انما بتتعنف بتلجأ لأي استراتيجيات اذا كانت بتلجأ لأستراتيجيات المواجهة الفعالة المواجهة النشطة القدرة على السيطرة على الموقف فبقل بقل الاكتئاب بقل الاكتئاب بتأثرش كتير على التوافق النفسي في مواجهة نشطة مواجهة فعالة في سيطرة على الموقف لا الموقف العنيف فالاكتئاب او الانعكاسات السلبية بدها تزيد ولا بدها تجيل بدها تقل ومن ثم لا يؤثر كثيرا على التكيف لا يؤثر كثيرا على التكيف او التوافق النفسي هذا بالنسبة للعوامل اللي بتأثر على التكيف او التوافق النفسي هادي بالنسبة للعوامل ولكن ما بدنا نيجي لا القضية هادي وشرحتها بل هيك نعيدها تاني انه نلجأ لا استراتيجيات المواجهة القائمة على حل المشكلات ولا القائمة على الانفعال نلجأ الى استراتيجيات المواجهة القائمة على حل المشكلات ولا القائمة على الانفعال طب الية لو تصورنا موقف عنف تصورنا راجل زوجته وموقف عنف كلمة من هان كلمة من هان الا هي ولعت ايش تولي اذا بده يخبط بده يعمل طيب ايش تساوي تقول له الله يهديك ابو محمد تعال نتفاهم تعال نمشي على حل المشكلات تعال نعمل تواصل ايجابي تعال نشوف التحليل الايجابي التحليل المنطقي طيب ايش الصح هاد الصح انها تسيب الصح انها تسيب تنسهب يعني قائم على ايش الانفعال هان فمن هان بنشوف مجموعة من تعون المدافعات على المرأة او حقوق المرأة بيروا انه لما بصير الموقف ما هو ايش اهم نقطة عندنا في الموقف فان انه الستة تحافظ حالها لما بصير موقف النكد موقف العنف موقف الصراع ايش المطلوب انه الناك فول امحافظ حالنا امحافظ حالنا طيب اذا زاد زادت الحدة ايش الصح ايش انا لعبه مصارعة اجيب ايده ولويها ارد الصح صعين يعني حتى لو بتقدر بتعملهاش الطابل عم بعملهاش حتى لو بتقدر يعني لو هو هافية ولا بتقدر له وهي عافية بتعملهاش ولا بتعملها عم توفيه ولا مش معنا انت اليوم بتعملهاش طيب ايش الحل الضال قاعدة مستسلمة برضو غلط فالانسحاب هو الافضل الانسحاب هو الافضل في الحالة هادي الانسحاب هو الافضل في الحالة هادي ليش لانه فيش امكانية انه تعالوا الله يهديك وتعالوا نتفاهم فيش امكانية في لحظة العنف نفسها امتى ممكن نتفاهم بعد ما تهدى درجة العنف بعد ما تهدى الدرجة لانه العنف دورة زي ما رح ناخد في التفسير في النظريات دورة زي دولاب بلف يعني وإله مراحل إله مراحل اللي في النهاية راح الصالح وزي ما بقولها دايما اللي في النهاية ايش راح الصالحه وتغني له ما احلى الرجوع اليه زي ما بتغني نجات يقدش بتقاتل اول نهار ولا مبارح اخر نهار ولا في الليل ولا تاني يوم ايه سمنة على عسل في النهاية ايه الا اذا فقدت الامل الا اذا فقدت الامل فيه وهو بتدوش اياها ما كل واحد عنده احساسه عندها احسيسة وعنده احساسه بتضل الصورة مظلمة بتضل الصورة مظلمة اما في النهاية راح يستلهم طيب مدام بدنا نستلح في النهاية ما اخدها من قصيرها وابعد وبعدها بتفاهم على الرغم من هذه الاراة تاعت الحقوق المرأة حقوق الانسانة ومدافعين عن حقوق النساء الا انه لا الدراسات بدول الشيء الدراسات بدول اللي تتفاعل بتستجيب بحل المشكلات هي الافضل ومش هيكم بس ما هو من يلجأ مين الست اللي بتلجأ الى اسلوب بحل المشكلات ما قلنا انه الاستراتيجيات مش رغبة او قرار باخده انا انه بدي اعمل بالشكل هذا لا في مجموعة من العوامل في مجموعة من العوامل اللي بتأثر لما بدنا نيجي لجوزئية لموضوع العنف الزوجة مين اللي بتلجأ الى الاستراتيجيات الفعالة الاستراتيجيات النشطة مين اللي بتلجأ الستات اللي عندهم امل المفعمات في الامل المفعمات المليانات بالامل هم اللي بيلجأوا هم اللي بيلجأوا لا استراتيجيات لا اساليب حل المشكلات واحدة ما عندهاش امل فاقد الامل لا ايش بدها تلجأ لا الانفعال واحدة ما عندهاش امل انه ينصلح انها قادرة تسيطر على الموقف انه تصلح الامور يعني القضية هان القضية هان اللي بتحدد الاستراتيجية جزئية الامل جزئية الامل الستات اللي ملأة بالامل مفاعمات بالامل يلجأوا لهذا الاسلوب بس الستات التانية لا يأسانة يأسانة وبتعتقد لما بدنا نربطها في المنطقة على استراتيجيات المواجهة اللي هي زو الضبط اللي ايش بيطلعوا الداخلي ولا الخارجي الداخلي اللي حكيناها بس الجزء التاني القسم الثاني من الستات اللي بيلجأوا لا الاساليب الانفعالية ايضابط ودي يكون عندهم الضبط الخارجي اولا يأسانة انه حالو يصلح يأسانة انه ممكن اسلوبها او سلوكها او تتخلها او ان زراحة لأبوها ولا لحماها ولا للمختار يجيب نتيجة فسيبها لا ايش لا الزمن سيبها لا الزمن سيبها لا الحظ سيبها لا اي عامل لساعة هداية تجي له من عند الله الى اخر العوامل اللي خارج السيطرة الى اخر العوامل اللي ايش خارج السيطرة بالنسبة لها فاذا لدينا مجموعة من الستات زي ما بتبعين الدراسات اللي مفعمات بالامل هما اللي بيلجأوا الى استراتيجيات حل المشكلات في حين الستات اللي بيشعروا بالعجز بيشعروا باليأس لا واللي بمعنى اخر اقرب الى النمط زيو الضبط الخارجي ما عندهاش امل ويأسانة وبتعتقد انه ظروفها راجعة للحظ ظروفها راجعة لقوة لا تستطيع بتعزوا الامور لقوة خارجية للزمن للحظ لعوامل الصدفة لربنا يهديه لساعة هداية تيجي الى اخر العوامل هادي الى اخر العوامل هادي فهذه كلها الامور بتأثر بتأثر على ايه على استراتيجيات المواجهة بتأثر على استراتيجيات المواجهة اللي بتلجأ اليها الستات في الحالة هادي فمن هان بنشوف انه الباحسين على عكس على عكس المدافعين عن حقوق المرأة بينظروا الى انه الاتباع الاستراتيجيات القائمة حل المشكلات افضل اذا عندنا تناقض هاد عندنا تناقض ناس بقولوا لا الانفعال افضل وناس بقولوا حل المشكلات افضل في تقديري لا الانفعال افضل في تقديري انا ماشي منه عشان الدفاع عن المرأة في اللحظة نفسها في وقت التوتر في وقت العنف بالمنطقك ايهما افضل انه اجف ازود العنف ولا ابعد لا ابعد وان اسحب اذا فيه امكانية وبعدها ابتدخل وبعدها ابتدخل الاستراتيجيات القائمة حل المشكلات بعدها ابتدخل اما اثناء الموقف العنيف اثناء اللحظات العنيفة اجي اقعد بالتفاهم مش دائما بتمشي الامور وبالذات اذا كانت حدة العنف عالية بالذات اذا كانت حدة العنف عالية فمن هان بنشوف نتائج الدراسات ايش منطقها والواقع ايش منطقه والواقع ايش منطقه فاذن الخلاصة الخلاصة ان استراتيجيات المواجهة من العوامل استراتيجيات المواجهة من العوامل المهمة من العوامل المهمة اللي بتحدد انعكاسات العنف الا انه اتباع اي من الاستراتيجيات اتباع اي من الاستراتيجيات مش رغبة او قرار او موقف واعي بدي اخد فيه قرار واتصرة في مجموعة من العوامل بالنسبة للعنف الزوجي بالنسبة للعنف النهان القضية الجوهرية هل هناك أمل في الإصلاح ولا ما فيش أمل في أمل في الإصلاح والتغيير ولا ما فيش أمل إصلاح حال الراجل مش إصلاح حال المجتمع طبعا إصلاح حال الراجل والموقف العنيف في أمل أنه ينصلح حاله ولا لا إذا في أمل أنه ينصلح حاله عند هذا الأمل وعند هذا الأمل فبتلجأ الى الاساليب القائمة على حل المشكلات. ما عندهاش امل. فاقد للامل. شعره بالعجز. شعره بالياس. وانا مالي. وانا راح اغير فيه. وانا قادر اعمله اشي. كل المصطلحات او التبريرات. والجمل هادي بنشوفها عند الستان. هادي هي الاثار اللي بتترتب عليها. هادي هي الاثار اللي بتترتب على الموقف العميف. واللي الطابع العام يؤدي الى مشاعر اكتئابية. بيؤدي الى مشاعر اكتئابية. بيؤدي الى محاولات الانتهار. بيؤدي الى زيادة درجة القلق. بيؤدي الى زيادة درجة القلق. بهيك بنكون شفنا اثارة وانعكاسات العنف الزوجي والالية او الشكل اللي ممكن انخفف من انعكاسات هذا العنف. الالية او الشكل اللي ممكن انخفف من انعكاسات هذا العنف بالنسبة للنساء. الا انه برجع وبقول الخلاصة يعني ان القضية مش قرار ارادي. القضية مجموعة من العوامل سمات شخصية لدى المرأة. فعشان هيك يعني في استراتيجيات التدخل. في استراتيجيات التدخل في الغرب في ملاجئ امنة للستات. في الغرب ايش فيه? ملاجئ امنة لا الستات. طيب الستات هدول ونظن ايش نعطي الموضوع? الستات اللي في الملاجئ الامنة ايش نعمل معهم? كيف نتصرف معهم? يعني اللي بتتعنف وبتسيب البويفريند ولا بتسيب الشريك تاحها? وبتروها على ملاجئ. هل الملاجئ بتصلح لغزة اولا ولا لا? لو املنا ملاجئ لالانف. بتصلح لغزة ولا لا? هل الملاجئ والبيوت الامنة زي ما يسموها بتصلح لغزة ولا لا? لماذا? اول ايش الملاجئ بالنسبة لنا في غزة مش مقبولة اجتماعيا بس احنا في غزة مثلا الزوجة المعنفة بترجعوا عبيت اهلها بتتبره هو المكان الامن الها او الملاجئ الامن. طيب واذا اهلها بدهم مش اياها? واذا ملهاش اهل. حطي الطرهنة تتحملهم وتقعد غصبا عندها. اذا ملهاش اهل لا فيش غصبا عندهم اذا ملهاش اهل. طيب هي بدها تسيب. مش جادة ترجع جادة على عنف. اولا لا يجوز مش عشان بتاهلها وبس لانه مجتمع عشائري. لا نتقبل غير مقبول اجتماعيا. وبعدين عارفين بعض. عارفين بعض. يعني صارت محاولاتها اللي قامت ملاجئ وفشلت كلها. وفشلت. عملوا ملجئ على معتقد قبل عشر اتناشر سنة ايامتة في الالفين وخمسة. عملوا ملجئ واحد في الضفة. مين كانوا يروحوا عليه? مين كانوا يروحوا عليه? الساقطات. اعتبروا ملجئ لهم. اما البنات وبنات الناس وا 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 ما بروحوش. مين اللي صار? كأنه وكر للساقطات. عملوا مرة ملجئ على معتقد وما نجهش. وبغزة في محاولات وما نجهتش. ليش? لانه قيمنا معاييرنا لا ترضى. وبعدين لانه كنا عارفين بعض. كلنا عارفين بعض. يعني واحدة عنده مرته ولا عنده بناته وين بنتها? بل كل بسأل اذا غابت يوم عن الشارع ولا عن المنطقة? وين البنت? فعارفين بعض مجتمع محدود. مجتمع عشائري. مجتمع ضيق. عارفين بعض. فبينجحش عنا. ومع ذلك يعني. بضل يعني الشغل مع الستات. ايش النمي عندها? او المراكز او المؤسسات اللي بتشتغل في دعم النساء. عايش نركز? ما هو علم النفس هذا? احيانا يعني ايش اسميه? بلاش اسميه. يعني بيجي نما بدي نركز احاجة. تقول لي الشعور بالامل. وا 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 وا. طيب الشعور بالامن ولا مش لاقي الامل. الشعور بالامان ولا ما عنديش الامان. اتصور. ايش اتصور? يعني هل يكت لو جينا نعمل دعم نفسي لو احد مش لاقي اياكل. بفيد الدعم النفسي. لو كل الدعم النفس اللي في الكون. في حد ادنى لازم يتوفر. في حد ادنى لازم يتوفر من اساسيات الحياة. من العلاقات. من العلاقات مع الاخر. من العلاقات مع الاخر. حتى انواصل المستوى النفسي. لانو المستوى النفسي ما هو الاساس. في ان احتياجات اساسية علينا نشبهها اولا. ننوفرها اولا. بعدين بنروح للمستوى النفسي. اما نركز على النواحي النفسية. يعني في الاسبوع هذا. في الاسبوع هذا. اكان مؤتمر فيه للصحة النفسية في فلسطين تتصوره. باسبوع واحد. اكان مؤتمر تتصوره. ثلاثة للصحة النفسية في فلسطين. اتنين منهم بغزة واحد بجمة بتلهن. تصوروا. يعني لو رحنا الولايات المتحدة الامريكية ابصر في السنة فيه ثلاثة مؤتمرات للصحة النفسية. بفلسطين بغزة اتنين في نفس الاسبوع. في مؤتمر شغال وفي مؤتمر يوم الثلاثة وفي مؤتمر يوم الجمهة. باسبوع واحد. مواعيشة الاهتمام هذا اذا موفرتش الاساس المادي. اسس الحياة المادية. الاحتياجات الاساسية. كل هذا بصير. ملوش معنى. بدون ما اوفر. يعني واحد مش لاجي السكن اتدمر اتداره. يجي تقول له عمله دعم نفسي. دعم نفسي ايش? اعايشه اول ووفر له السكن. بعدين باجي بعمله الدعم النفسي. انحل سبب المشكلة. بعدين بيجي المستوى الثاني. لانه هذا مستوى نفسي مش هو الاساس. زي ما بصير يالدعم نفسي وتفريغ انفعالي وبصر ايش? العطفال اللي مهدده اللي اتدمرت ادهور. هم اللي سكنوا اول. وبعدين تعال اعمله. زي هرم الحاجات. ينور عليكي. منطق هذا. مش اجي للمستوى النفسي واسيب. واللي عملنا هان زي ما ايش. ما يدش على الحمار. زي المثل برضو اللي خدناه في ايش في الازاحة او البدل. مش قادرين نوفر له بيت. بنضحك عليني ايش نقول له شوية دعم نفسي ولا تفريغ انفعالي. ولعبة ولا ولا مهرجان ولا شبسة ولا ساندويتشين. وهم قاعدين ماخدينهم على مسبح. مش منطق هذا. لا يجوز. فالمفروض انه ندور صح? متخصص بعلم النفس وابقامل بعلم النفس. بس المستوى الثاني مش الاساس ايه? عندها انو يعطيكو العافية.